أكد رئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على تضحيات الشهداء الذين دفعوا ثمنا كبيرا من أجل أن يتحقق الأمن والاستقرار للدولة وفي كلمته خلال الاحتفال بيوم الشهيد في الندوة التفقفية 37 للقوات المسلحة قال رئيس سيسي إن الاحتفال بيوم الشهيد يعكس العرفان بحق الشهداء رغم الصعوبات والظروف الصعبة التي مرت بها مصر وتجاوزتها بفضل الله سبحانه وتعالى وتضحيات الشهداء فيه تمن زي ما اسم النادوة النهاردة التمن فيه تمن تمن كبير أول الدفع والتمن ده فيه أسر أنا دايما أقول الكلمة داية وتكراري له هو عرفان تكراري للكلام هو عرفان عرفان للأسر اللي موجودة معنا دلوقتي واللي حتى مش موجودة إن التمن ده تمن كبير جدا عندكم وكمان كبير جدا عندنا عندنا كلنا مش عندنا بس سبتيكر يعني عند كل المصريين اللي بيشوفونا النهاردة في التلفزيون وبيشوفوا المشاهد ديت بيحسوا قد إيه إن فيه تمن كبير أول دفع عشان البلد دي تبقى في أمن وأمان وسلام